يعني هاي هم رسالة إلى جمهورنا الحبيب بأنه نحافظ على جمالية الملعب عن صورة الجمهور الحقيقة راح نصدر صورة حقيقية يعني بعيدة نحافظ على نظافة ملعبنا على مدرجاته على الكراسي وكذلك الحفاظ يعني بايد أكل أمور خلو نقول الألعاب النارية والتفاصيل نبتعد عنه خلو ننقل صورة حضارية وحقيقية إلى العالم ما هي الكرة العراقية وما هو الجمهور العراق تفضل أستاذ رائد هذه أمور حقيقية لأن احنا هالمرة محروم الجمهور صار لسنين لازم نوفر لهذه التفاصيل قنيت ما مثل ما تعرف يعني لازم تكون أمور استباقية يعني هو جمهور لازم هم أن هي إلى الظروف النفسية للتشجيع الظروف النفسية أنا لعبتين اللي صارت عندي السابقة عندي مجموعة كافيتريات وهي عدتها بحدود 12 كافيتريات وكانت من قبل الاتحاد متعهد اجي متعهد ووفر الماء ووفر الأكل خلال اللعبة كلها ممتاز بلعبتين أي إشكال ما صار عندي بهذا الموضوع نهائي طيب والقطوعات القطوعات هاي قطوعات موجودة أمنية تبدي من ساحة الحمزة إلى ساحة وهران المسافة من ساحة الحمزة إلى الملعب 400 متر إلى 500 متر يعني 400 متر إلى 500 مو أكثر مقطوعة ماشي هاي من الفلكة إلى الفلكة كيلو وميتين من فلكة الحمزة إلى فلكة وهران هاي كيلو وميتين مقطوعة عن الملعب سيد عدنان اكتشام عندك اللي بارقه اكثر من هاي المساة اللي لا مواني ده احتي حدود الملعب استاذ دكتور حبيبي لا هو يحتي خارج حدود الملعب خارج حدود الملعب يحتي اي خارج حدود الملعب القناة اما انتوا ما شاء الله منسقين كل شو القوات الامنية وكل جهات بالمناسبة كلها بالتوقيت هاي اللعبة دخول الجمهور دخول الفريق الضيف اللي راح يجي كلها بالتوقيتات بحيث ماكو فرق بيها لانه كلش ملتزمين كل الجهات الوزارات ووزارتنا كلها ملتزمة باكمال هذا الموضوع بصورة جميلة وجهيدة الحضر الرفع عن من عن الملعب العراقية استاذ دكتور عدنان لو عن الجمهور لا الحضر هو اكيد عن الملعب العراقية لان الحديث عن موضوع الجمهور الجمهور يتواجد حيث ما تواجد الملعب هي نقطة مهمة اذا هو رفع كذلك عن الجمهور اذا احنا لازم هسا نحجن جمهور اكثر احنا لازم نقدم مواصفات الى جمهور اكثر اريد ان بينهم تنظيمنا بان نرفع الحضر وهو الحضر لكم هو حرمانكم من لعب منتخبكم داخل بلدكم على اراضي وانتون حرمتوا بالبنى انا بس شغل اشير لها ساد رائد الجمهور ايش يحتاج انا اقول لك شي بسيط احنا العراقيين مضيافين وكرماء لكن انا يعني مو اتحدث عن جهات وزارة الشباب انا قلقي صراحة احشيكيها بشكل صريح جدا من القوات الامنية يفترض ان يكون تعاملهم عالي الاحترام مع الجمهور يكونون هادئين ممتشنجين لانه الجمهور انت من تستفزه راح تكون عنده ردود افعال احنا ما ريد ردود افعال يعني اكيد هو قيادة عمليات بغداد تحياتنا لسيد احمد سليم قادة عمليات بغداد المحترم اكيد موفر يعني نوعية القوة اللي راح تنزل او ماسكة للارض فهذه يعني همينا خلينا نقول من منبر حديث بغداد هم نوجه تحية حب واحترام الى عمليات بغداد وكذلك الى كل قواتنا الامنية